صحيح أمال أن هذا الاستهداف سابدأ من الاستهداف الذي حصل في بلدة الخيارة من خلال مسيرة إسرائيلية شنت غارة على السيارة ربعية الدفع عند هذه البلدة الواقعة في البقاع الغربي وفي المعلومات أنها استهدفت قياديا في الجماعة الإسلامية واستشهد نتيجة هذا الاستهداف هو أيمن غطمي إضافة إلى إصابات آخرين نقلوا إلى مستشفيات المنطقة صحيح أن هذا الاستهداف ليس الأول هناك أكثر من مرة استهدفت إسرائيل واعتدت على سيارات على هذا الطريق في البقاع الغربي تحديدا في المصنع وكان هناك استهداف آخر داخل حتى الحدود السورية عند نقطة المصنع أيضا لكن اليوم يأتي هذا الاستهداف في ظل التهديدات الإسرائيلية بتوسعة رقعة هذه المواجهات لكن حتى هذه اللحظة في هذا الإطار سواء بالنسبة إلى المدى الجغرافي وطبيعة الاغتيالات لازلنا ضمن هذه قواعد المواجهة التي أرسيت منذ الثامن من أكتوبر والتي كان بنتجتها ما أن توسع إسرائيل رقعة الاغتيالات في المدى الجغرافي يرد حزب الله بأيضا استهداف وبتوسعة الرقعة الجغرافية والعمق الجغرافي لاستهدافاته وعملياته وأيضا طبيعة القواعد العسكرية المستهدفة كما حصل بآخر اغتيال للقائد العسكري الأرفع في الحزب منذ بدء هذه المواجهات أبو طالب وبالتالي منتظر أن يرد الحزب على هذا الاغتيال الذي حصل في شرق لبنان في بلدة الخيارة أما بالنسبة إلى أوضاع الجبهة الجنوبية هنا فصحيح كما ذكرت أمال هناك ترقب كبير لسيما في ظل التهديدات وتصريحات الكثيرة من مسؤولين إسرائيليين يتوعدون بها جنوب لبنان ويكثرون من هذه التهديدات والتهويل كان آخرها اليوم مجرى تدوله أيضا أن اليونفل قد قامت بتحصينات نتيجة ورود معلومات إليها بأن هناك هجوم قريب من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي على لبنان لكن مصدر في اليونفل نفى للعرب بصحة هذه المعلومات وعلمنا أن كل ما تقوم به اليونفل اليوم هي زيادة أو إعادة إصلاح بعض المراكز التي كانت تضررت نتيجة القصف الإسرائيلي في وقت سابق والتمرينات التي تقوم بها هي تمرينات اعتيادية تجريها كل فترة من الوقت أما بالنسبة إلى الاعتداءات الإسرائيلية فواصلت مدفعية جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفها لبلدة الخيام تحديدا في الحي الجنوبي وكذلك ألقت بعض القنابل الفوسفورية المحرمة دوليا في بلدة العزي الواقعة بين بلدتي كفركلة ودير ميماس أما الحزب فرد على الاعتداءات التي حصلت بالأمس وتحديدا الغارة الجوية العنيفة على أحد أحياء بلدة ميس الجبل بقصف مبنى تجمع به عدد من الجنود والضباط وعلن ذلك في بيان رسمي أنه حقق إصابات أو استهدف هذا المبنى بشكل مباشر في هذا الموقع في المنارة وإشارة إلى أن موقع المنارة يقع بين ميس الجبل وحولة إذن هذه هي الصورة العامة لازلنا إن خلصت القول بجملة لازلنا تحت سقف هذه الحرب الشاملة وتحت سقف هذه الحرب الموسعة وحدها ربما ستكون الأيام المقبلة تكشف أكثر عن تفاصيل ربما توسعت هذه الجبهة وعن الاحتمالات الواردة حتى أن حزب الله كان أعلن أمينه العام أنه لا يزال يضع في الحسبان وعلى الطاولة ويتعامل معه بجدية التهديد الإسرائيلي بالحرب الموسعة